موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ساعة محبة حيث نلتقي في كل يوم في مثل هذا الوقت لنتباحث في قضية من القضايا التي تشغلنا جميعا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الدين والسياسة وضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور رحيل غرايبة الكاتب والمفكر الإسلامي وقبل أن نخوض في هذا الموضوع أذكركم بأن الأرقام التي ترونها أمامك على البرنامج يمكنكم التواصل من خلالها مع البرنامج لنستمع إلى آرائكم أو نتحاور معكم بالأحرى كذلك الحال هناك أرقام صفحات الفيسبوك والتويتر التي نتوقع أيضا أن تشاركونا وسؤال هذه الحلقة سيكون كيف تنسجم السياسة مع الدين وسيكون هناك جوائز رمزية لأفضل إجابات أفضل عشرة إجابات سيكون هناك مصحف عبارة عن سيديين خمس مصاحف لكل فائز خمس مصاحف لكل فائز وكذلك الحال هناك مسابح إلكترونية عشرة مسابح لكل فائز هناك عشرة فائزين سيكون لأفضل عشرة تعليقات على هذا السؤال كيف تنسجم السياسة مع الدين إذن السياسة والدين هو موضوع حلقة هذا اليوم ونتساءل في هذا الموضوع هل تنسجم السياسة مع الدين هل الإسلام ينطوي على مفردات الفكر السياسي أم أنها أصول عامة وبعد ذلك ترك المجال للفكر الإنساني أن يكمل رحلة البحث عن الفكر السياسي من خلال التجربة الإنسانية كذلك الحال هل العقيدة ومفهوم الحاكمية يتطابق مع مفهوم القضاء ومفهوم الحكم في مجال السياسة الشرعية هل هناك تداخل ما بين الجانب العقدي والجانب الفقهي العملي في الإسلام ثم نتساءل أيضا أليس من الصعب أن يميز الإنسان بين فكره من حيث الفكر الديني وبين فكره السياسي أليس الإنسان شيء واحد بحيث أنه من المستحيل أن نفرق تماما ما بين الفكر السياسي والفكر الديني أليس الإسلام دينا شاملا لكل نواحي الحياة بحيث أننا لا نستطيع أن نقول بأن الإسلام فقط هو عبادة ولا يوجد فيه اهتمام للشأن الإنساني الدنيوي أليس هو دنيا ودين وبالمقابل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم ألم يكن هناك الشورى لماذا كان النبي يستشير أصحابه في شؤون الحرب وفي شؤون السياسة ألم يكن ذلك مؤشر أيضا على وجود هذا الاجتهاد في الجانب السياسي الدنيوي إذا صح التعبير كل هذه الأسئلة سنناقشها إن شاء الله مع ضيف هذه الحلقة الدكتور رحيل غرابي دكتور رحيل على مستوى المفاهيم عندما نقول دين عادة ما نذهب بعيدا نحو الفكر الغيبي والعقائد أو حتى العبادات فقط ولا نصل إلى الجانب دعنا نقول الشأن الإنساني العملي اليومي كيف نربط ما بين هذين المفهومين بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للدكتور عامر على هذا البرنامج الطيب حقيقة وأنا بشعر أنه شكل نقل جديد في التعامل مع الجمهور في تناوله للقضايا المهمة التي تشغل بال كثير من المشاهدين أنا أعتقد أولا نقف بمقدمة بسيطة عن معنى الدين والسياسية حتى نشوف كيف وجد هذا اللبس في العلاقة بينهما الدين حقيقة هو ذلك الرسالة السماوية التي خاطب الله عز وجل بها أهل العقل من البشر عن طريق رسله وكان الهدف من هذا الدين هو أن يرفع عنهم الشقاء ويحسن أداءهم في تعاملهم مع الكون لأن الإنسان مدني بالطبع لا يستطيع العيش إلا في مجتمع بشري لكن إذا اجتمع الناس أصبح الاجتماع مظنة الاختلاف والاختلاف مظنة التنازل ولذلك الحياة تصبح شقاء مع النزاع والاختلاف الذي لا حدود له ولذلك جاء الدين ليزيل هذا الشقاء من خلال إيجاد مرجعية قيمية للناس حتى يحتكموا إليها فيقلوا خلافهم ويقل نزاعهم أو يستطيعوا أن يديروا خلافاتهم بطريقة لا تذهبوا بالرفاه ولا تذهبوا بالسعادة ولذلك القصد من الدين هو تحقيق السعادة البشرية طاه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لكن القضية حقيقة أحيانا في من يجهل الدين ومن يحمله بطريقة خاطئة فيقدمه للناس ثقيلا منفرا مع أنه الدين يجب أن يكون محببا خفيفا إن الدين متين فأوغلوا فيه صحيح يعني يدعو إلى الفضيلة يدعو إلى الخير ينبث العدوان ينبث النزاع ينبث التعصب يريد من الناس أن يكونوا مؤتلفين متكافلين متراحمين هذه هي مقاصد الدين السياسة السياسة هي كلمة عربية من ساسا يوسوسو بمعنى حسن إدارة التجمع البشري ولذلك الإنسان منظومة متكاملة وليس أقانيم مختلفة إذا كان الإنسان يعيش بهذه الحياة ضمن منظومة متكاملة يجب أن يتمتع فيها بالصحة النفسية بحيث لا تناقض ولا تعارض بين ما يدين وكيف يتصرف بالحياة ويتعامل مع مجال الكون الدين جاء ليزيل هذا التناقض ليصبح مسيرته في الكون متكيفة وملتئمة مع مسار الكون كله بلا تناقض ولا تعارض ولا شقاء ولا نزاع هذا هو الأصل ولذلك الدين يخاطب العقل وإذا كان يخاطب العقل معنى ذلك أنه يحترم العقل لأن الذي فيه قلة عقل لا سمح الله بالخلقة ليس مكلف بالدين من عقل له لا دين له يعني من لا تكليف مع ذهاب العقل أو مع غيابه ونقصه أو إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوهب أسقط ما أوهب والسياسة الشرعية أحد التخصصات العلمية التي أفرزها الفقه الإسلامي لماذا كان التأليف في السياسة الشرعية ليس في مستوى التأليف في فقه العبادات مثلاً لماذا كان الفقه السياسي الإسلامي ليس بذلك دعنا نقول الأثراء والكم أيضاً بنفس القدر الذي كان فيه الفقه فقه الأحكام الوضوء مثلاً أو فقه البيع والشراء هل كان هناك شيء من التناقضات في الواقع السياسي الإسلامي بحيث أن الفكر السياسي الإسلامي لم يكن منسجماً مع ذلك الواقع أنا برأي كان فيه عاملين لهذا السبب العامل الأول يعود إلى أن السياسة معظمها هي من تجربة البشر وتطوير قدرتهم على إدارة شؤونه نعم ولذلك الآيات التي جاءت في القرآن تتحدث عن السياسة آيات معدودة ربما لا تتجاوز أصابع اليد ولذلك ترك المجال الأكثر رحابة والأكثر فسحة للعقل والخبرة والتجربة البشرية ولذلك إدارة التجمع البشري هو فن وجزء كثير منه هو خبرة وإدارة ولذلك وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كان يستشير أصحابه في القضايا الإدارية وما كان يصدر عن الرسول في هذه المسائل نلحظ أنها لم تكن من باب التعليمات الصارمة التي لا يجوز مخالفتها مثل إدارة شؤون الحرب مثل إدارة شؤون البلاد استعداد الدواوين الأمور الإدارية وتتطور يتطور أداء البشر مع تطور العصر حتى يصل إلى أرقى مستويات الإدارة والأصل المسلم يبحث عن أرقى ما وصل إليه العقل من فنون الإدارة بحيث يصبح الإدارة يوفر الوقت ويوفر الجهد على المجتمع البشري أنا أعتقد أن العامل الثاني هو أن الاتصال بالسلطة كان فيه خوف ولذلك دائما عندما يصل الإنسان إلى السلطة مظنة التسلط والطغيان رب العالمين يقول كلا إن الإنسان لا يطغى الرأى ويستغنى إذا كان مسك بالسلطة يحاول أن يتجبر ويحاول أن يتسلط على الناس وهذا مخالف لمنفهم السلطة في الإسلام جميل ولذلك الفقهاء وجدوا الفسحة ضيقة في بحث هذه المسائل من باب الخوف والرعب من أهل السلطة قال دكتور يعني أسوأ اختلاف وأضخم اختلاف كان في تاريخنا الإسلامي كان اختلافا حول السياسة ولم يكن اختلافا حول الدين وبالتالي ما نعانيه اليوم من هذا الشق الكبير بين جناحي الإسلام بين السنة والشيعة كان أحد إفرازات الاختلاف السياسي ما هي شروط الاستخلاف من هو الخليفة هل تكون الخلافة في قريش أم تكون الخلافة بين المسلمين أم تكون الخلافة هي في البيت النبوي أليس هذا شأن سياسي؟ لماذا يترك الشأن السياسي بصمات قاتلة في تاريخ الأمم؟ أين كان الإسلام؟ ألم يكن الإسلام موجود في معركة الصفين؟ ألم يكن الصحابة أنفسهم أيضا قد أدى الأمر بالصحابة أن يقتتلوا؟ إذن إلى أي مدى السياسة يمكن لها أن تدمر المجتمع ويمكن لها حتى أن تسيء إلى الدين؟ طبعا هذا الكلام صحي 100% أكثر مسألة سال فيها الدماء واختلف فيها الناس على مدار التاريخ هي السلطة وبمعنى آخر هي مجال السياسة ولذلك أنا برأيي حمل الدين بطريقة صحيحة وفهم الدين بتلك الطريقة الواسعة الأصل أن يخفف من النزاع وحدة الخلاف حول هذه المسألة ولا يزيدها لكن القضية حقيقة إحنا في ظل يعني إحنا نؤتى من قضيتين القضية الأولى من قضية الجهل وعدم الفهم الصحيح والفهم الضيق السقيم والقضية الأخرى حقيقة من تسلط من يحمل الدين ويحمله بطريقة خاطئة وسيئة ويظن أنه يختم الدين ولذلك أنا برأيي من يحمل هذا الدين يجب أن يقدمه للناس محببا وأن يقدمه بطريقة صحيحة طريقة للفهم ولا يقدمه بطريقة الفضاذة والغضة يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أوحى الله عز وجل إليه الله عز وجل يقول وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيْدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ مع أنه جاء بالديانة الصحيحة وبالوحي الصحيح لكن حتى هذه الحقيقة وهذا الوحي يجب أن يقدم بأفضل الطرق وأسهلها وألينها وأكثرها وأكثرها لطفا إلى الناس والجماهير أنا برأيي فعلا الذين حملوا الدين وأحيانا أساءوا استثمروا الدين من أجل السلطة وهذه هي المفارقة التي يجب أن نقف عليها جميل دكتور يعني لو لاحظنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه تم انتخابه أو دعنا نقول بيعته وبالتالي فكرة البيعة كانت فكرة رائعة جدا في التاريخ الإسلامي صحيح والفقه الإسلامي أسس للبيعة مفهوم البيعة ومفهوم الشورى ومفهوم العدل كما ذكرت قبل قليل هناك أسس عامة في القرآن لكن القرآن ترك المجال للفكر السياسي الإسلامي ليبني على هذه الأسس ما الحكمة من أن القرآن الكريم أعطانا أسس عامة وترك بعد ذلك لنا المجال لنبني من خلال اجتهادنا الإنساني أنا برأيي من هنا نقطة الفهم الصحيح للسياسة في الإسلام وحتى للإسلام نفسي الله عز وجل جعل الأمر للأمة جميل ولذلك عندما قال وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم أي بمعنى أن هذا الحق الأمر هو الشأن العام هو للأمة بمجموعها لمجموع المكلفين ولذلك لا وصاية للدين لأحد ولا لعائلة ولا لقبيلة ولا لشعب ولا لقومية ولا لفئة ولا لأي شيء الوصايع الدين لجميع المكلفين معا ولذلك حتى الأمور التي يطبقها شخص واحد مثل الحدود جاء الأمر فيها خطابا عاما للأمة كل خطابات التكليف خطاب عام لجميع العقلاء وجميع المكلفين ولذلك وزانية وزانية فاجلدوا بمعنى أن الأمة كلها كلها هي المسؤولة وليس فئة منها بمعنى آخر أن الحاكم الذي يدير شأن هذه الأمة هو نائب عن الأمة وإذا كان نائبا لابد من إنابة والإنابة تكون من الأمة ولذلك أورد الشيخ الغياثي الجويني في كتابه الغياثي أن هذا محل إجمع بين جميع فرق المسلمين أن طريقة إيجاد الإمام يعني الحاكم هي الإختيار وشذ عن هذا فقط مذهب واحد من مذهب المسلمين هم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الذين قالوا هذا الأمر لا بد أن يكون بالوحي فكما اختار الله النبي يختار الإمام لكن الفرق جميعا بلا استثناء لا طريقة لإيجاد الحاكم إلا عن طريق الاختيار البيعة البيعة على فكرة هي لفظ عربي مأخوذ من الباع يعني اليد ولذلك البيع نفس الإشي يعني لأنه كان ينعقد البيع بأن يضع يده بيد الآخر فيقول بعتك الدلالة على انعقاد العقد فالبيعة هي عقد عقد بين طرفين بمعنى أن الأمة تعقد للحاكم ولا ينعقد العقد إلا بإرادة الأمة ولذلك البيعة هي دليل عن رضا الأمة واختيارها الآن بالطريقة المعاصرة كيف نعرف إرادة الأمة العامة قبل الطريقة المعاصرة هل تعتقد أنه في تاريخنا السابق هذا المفهوم للاختيار والبيعة كان فعلا سائعا أشائعا وساريا في تاريخ الأمة هل فعلا الخلفاء الذين من بني أمية ومن بني العباس والخلفاء العثمانيين هل كانوا فعلا مختارين بهذا المعنى الدقيق ألم تتحول هذه الفكرة فكرة البيعة والاختيار بعد ذلك إلى نوع من السلطة القهرية في كثير من الأحيان وبالتالي نحن لم نكن ثيوقراطيين ولكن على مستوى التطبيق أصبح هناك ثيوقراطية واقعية كيف نميز ما بين عدم وجود الثيوقراطية في الإسلام ووجود واقع ثيوقراطي في الإسلام أنا برأي النموذج الصحيح للفهم لهذه القضية كان في أول حادثة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك اجتمع المسلمون وعرادوا أن يختاروا واحدا يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أي احتجاج لأي شخص أو فئة أن هذا الأمر مبتوت فيه وليس للأمة ولذلك لأن صار رشح وسعد بن عباد أبو بكر عندما جاء وخطب وأراد أين هي المصلحة رشح أبو عبيدة أو عمر ثم أبو عمر وأبو عبيدة رشح أبو بكر ولذلك أصبح هناك مناقشات ومشاورات أين هي مصلحة الأمة أين هو من هو الذي يستطيع أن يقوم بهذا الأمر فوقع الاختيار على أبو بكر ودلالة الاختيار أنه قاموا جميع الموجودين في سقيفة من يساعد ليصافح أبو بكر واحدا واحدا دلالي على انعقاد هذا العقد أنا برأي الخليفة الثانية أبو سيدنا عمر في ناس يقولون أنه جاء بالاستخلاف من أبو بكر وأنا برأي هذا ليس صحيح أبو بكر رشح عمر للأمة عمر أخذ هذه الشرعية من خلال البيع العامة ولو لم يبايعوا ولم يردوا ما أصبح خليفة هذا يعني ملحظ جميل جدا ولذلك سيدنا عمر قرر هذا المفهوم بطريقة صحية لم يكن معين تعيين بقدر ما كان ترشيح مبايع هو رشحه وبيعته الأمة فقط هو عبارة عن ترشيح جميل الأمة تقبل أو ترفض ولذلك قبلوا هذا الترشيح الآن سيدنا عمر قرر هذا عندما جعل المرشحين ستة قال هؤلاء أفضل الناس بعد وفاة الرسول الذي توفيها وعنهم راضي نختاروا واحدا منهم ولذلك لو كان المسألة أنا برأي مبتوط فيها أو بالنص لم يكن هذا الأسلوب ولذلك جعل الأمر بين ستة علي عثمان الزبير عبد الرحوام من عوف طرحة وسعد مبشرين بالجنة نعم ولذلك المسلمين نختاروا واحدا منهم وحتى يكون على فكرة أغلبية يعني إذا كانوا مناصفهم ستة جعل محهم عبد الله بن عمر مرجحا فقط ليس له من الأمر الشيء حتى لا يتسلى لي لأذهال الناس أنه ممكن يكون ابنه أقرب الناس إله يكون هو الخليفة ولذلك لما رأى الشيء عبد الله بن عمان قال قاتلك الله ما أردت بها ذلك خير إذ كان فيها خير يكفي آل عمر عمر ولذلك الأمر أنا برأي أنه كان واضحا أنه للمسلمين والمسلمين يختارون وذلك علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان عندما جاء إليه الثوار قال هذا الأمر ليس لك هذا الأمر لأهل بدل هم أهل الحل والعقد كبار الصحابة نعم الذين برأيهم تنقادوا الأمة وليس هم ولذلك البدل ما يظلوا موجودين على طول التاريخ إذن كيف نجد إحنا أهل الحل والعقد بحثوها الفقهاء أهل الحل والعقد هم الذين يمثلون الأمة جميل ورأيهم يكون من قام رأي الأمة بمجموعها ولذلك الطريقة إذن هي أن الأمة تختار من يمثلها ومن ينوب عنها ولذلك يجب أن نبتكر وفق ما آتانا الله عز وجل من قدرة ووفق ما استفدنا من تجارب البشر كيف نختار هؤلاء الذين يمثلون الأمة وبرأيهم يكونوا رأي الأمة بارك الله فيك دكتور يعني الإجابة واضحة نأخذ فاصل ونعود إليكم بعد قليل معكم من جديد في برنامجكم ساعة محبة ومعنا هذا اليوم الأستاذ الدكتور رحيل غرايبة المفكر والكاتب الإسلامي عنوان هذه الحلقة هو الدين والسياسة وما العلاقة ما بين الدين والسياسة هل الدين يخالف السياسة هل الدين جاء فقط من أجل أغراض الروحية والعبادات أم أنه يشتمل كذلك الحال على الشأن العام الشأن الإنساني وضع قواعد عامة من أجل هذا الشأن الإنساني أم لا وننتظر اتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تجدونها أمامكم على الشاشة وكذلك الحال على صفحات الفيسبوك والتويتر كنا نتحدث آخر ما تحدثنا عنه هو كيف أن الصحابة الخلفاء رضي الله عنهم كان هناك تباين في طريقة انتخابهم دائما هناك الأمة الاختيار البيعة هي التي تقرر ليس حكم جاهز وسلطة ثيوقراطية كما يسمى بمصطلحات السياسة إذن الحكم في الإسلام ليس حكم ثيوقراطي شخص بأمر سماوي وإنما هو إنسان يختار بشر وبالتالي يمكن أن يخطئ ويمكن أن يصيب بينما لو كان الموضوع هو من السماء لا تستطيع أن تغير الأرض ما تريده السماء طيب دكتور اليوم نحن أمام الحديث عن الدولة المدنية وأمام الحديث عن الإسلام السياسي وأمام تجارب كبيرة في العالم العربي في مصر وفي تونس وفي تركيا تجارب لحركات الإسلام السياسي بعضها نجح وبعضها يعاني من الصعوبات وبعضها ربما يكون حتى قد أخفق كيف ننظر لهذه العلاقة ما بين العمل السياسي الإسلامي والأحزاب السياسية الإسلامية ومدى أصالت هذه الأحزاب هل فعلا هي تعكس هذا الفكر الذي قبل قليل أشرت إليه هذه الأصول الجميلة التي فعلا لو أننا أخذنا بها في واقع الحياة السياسية ربما كان الحياة ستكون أفضل يعني هذا صحيح أنا برأيي أن الدولة في الإسلام ليست الدولة الدينية بل أنا برأيي لم يعرف الإسلام الدولة الدينية هذا الدين للبشر للمكلفين للناس بكل مكوناتهم والناس يختارون كيف من يديروا شؤونهم لكن الدين يوجههم كيف يختارون بطريقة صحيحة ولذلك يا أبا تستأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين بمعنى آخر أن الإسلام يحض على أن الناس كيف يحسن طريقة اختيارهم بأن تتوفر فيه معاني القوة ومعاني الكفاءة والأمانة ولذلك المجتمع الخطاب خطاب مدن والناس يقدمون جهدهم وأنا برأيي من يخدم الإسلام أو من وكله الناس للإدارة هذا الشأن ليس هو الإسلام بل هو يحاول أن يطبق المعاني والمبادئ التي جاء بها الإسلام قد يكون تطبيقه يشوبه بعض التجارب بعض الخطأ وهذا شيء حتمي ولذلك ما في الحاكم معصوم لا أسمة لأحد بعد الأنبياء حتى أسمة الأنبياء كما يقول أهل العقيدة هي في تحمل الرسالة وتبليغها وليس في إدارة الشؤون البشرية ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما في معركة بدر عندما اختار مكانه جاءه أحد الصحابة وهو الحباب جل منذر قال هذا المنزل وحي أم هو الخبر أمر برك الله أم هي الحرب والمكيدة جميل قال هذا ليس بمنزل لا هذا العبارة ليس بمنزل يعني هذا ليس اختيار جميل إذا أين المكان الصحيح فأدله على الطريق فأخذ بيه الرسول صلى الله عليه وسلم جميل القضية الأخرى تأبير النخل يعني الرسول من أهل مكة ومكة تجار أما المدينة هم زراع ولذلك وجدهم يؤبرون النخل أي يقطعون من الذكر للأنثى فقال ما هذا قال حتى يتم تأبيره تلقيه للنخل قال دعوه الرياح تلقيه لاحظ هنا بعد مرور فترة النخل ما أثمر فجاءوا للرسول رسول ضحك يعني حتى يقول لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم أنا برأي هذه العبارة للرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم تعتبر منهج ومبدأ كبير يعني كل شؤون الدنيا وما يتعلق بها هذا أمر مرده إلى العقل البشري إلى الخبرة البشرية وأنتم أعلمون بها واستعمركم فيها صحيح والاستخلاف مفهوم الاستخلاف وبالتالي هو استخلفه وسلب منه صلاحياته مش معقول وبالتالي مفهوم الاستخلاف سيسقط لو جعلنا الإنسان عبارة عن روبوت عن مكينة كان ما فيه فرق بين العالم وغير العالم فيها المساة طيب دكتور الآن نحن في واقع سياسي الواقع العربي واقع فيه صعوبات كبيرة جدا دولة ما بعد الاستعمار الدولة القطرية ظهور القومية ظهور حركات تحرر الاتجاهات السياسية المختلفة الحركات الإسلامية المختلفة الإسلام الجهادي أو السلفية الجهادية كل هذا قد ترك آثاره بقوة على الخطاب الإسلامي السياسي كذلك الحال قبل أنه بالضبط يعني أوجه لك السؤال المباشر معنا يعني اتصال نأخذه بعد إذنك الأخ جمال بدر نعم يا سيدي أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا بكم كل عامة بخير وتحياتنا إلى كل الضيف الكريم إن شاء الله حياكم الله أهلا بكم والله الملاحظة هي ليست مني أنا هي من والدي شخصيا والدي محمود بدر هو الذي يحب أن يطرح هذه الفكرة أراد كثير أن يطرح هذه الفكرة على أكثر من شيخ وأكثر من إنسان ولكن لم تتح له الفرصة وتصلنا كثيرا فالحمد لله الآن الخط مسك معنا في قناة رؤية وهذا الساعة محبة إن شاء الله تكون ساعة محبة وفائدة للجميع إن شاء الله فالوارد معكم الآن الخط محمود فوزي بدر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا والله دائما بسمع حوارات كثيرة بالنسبة للمشاكل بتصير في عالمنا الإسلامي فوجدها دائما سببها إن ما هي الدولة في الإسلام وما هو الحاكم في الإسلام مين بجد مثلا الله سبحانه وتعالى في آية 41 من سورة الحج بيقول الذين إما أعذوا بالله من الشيطان الرجيم الذين إما كناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا معروف ونأوا عن المنكر والله يعاقبتوا الأمور إذن الدولة أولا ما قامها الرسول عليه الصلاة والسلام الخطاب موجه لمحمد عليه الصلاة والسلام فكانت أول ما قام الدولة بعد ما قام الدولة الله أمره بعدها في نشر الإسلام إذن الدولة وردت كمان في تكليف من الله سبحانه وتعالى من العلم لتكليف لإبراهيم عليه السلام تبدأ من آية 124 في سورة البقرة إلى آية 130 من سورة البقرة اللي تبدأ أعوذوا الصلاة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما حاكم يعني مسلم للناس دولة مدنية دولة مجتمع يعني بمفهومنا الحالي دولة مدنية لكن الحاكم مسلم وإمام حتى يكون نعم الإمام زي إمام المسجد مأخوذين أنه يعني السيد محمود حتى نترك المجال للمداخلات بارك الله فيك يعني الآيات التي ذكرتها فعلا تؤكد أن هناك أصول للفكر السياسي الإسلامي موجودة في القرآن وهذه الأصول لا نشك بها أبدا نعود دكتور كنت أنا أود وأشكر طبعا المتصل على التذكير بهذه الآيات القرآنية كنت أقول أن الواقع العربي بحد ذاته قد أثر في الفكر السياسي الإسلامي يعني الواقع السياسي الصعب الواقع الاقتصادي الصعب يعني أنا أذكر شعر شعبي بسيط بتكلم عن السياسة بتكلم عن الواقع السياسي بقول يلي تلعبون السياسة لعبة قدم وما تعرفون مرماكو من مرمى الخصم لعبة عقيمة وما فيها حسم ستة وثلاثين صفر كانت النتيجة ويخسارت ما هريتو من جزم يلي تلعبون السياسة تماشي تماشي أجل نصر أو عمره مجاشي تقفوا مع الواقف وتمشوا مع الماشي وإن وقعت الضحية تكثر سكاكينكم وإن وقعت البلية تتخبوا بالإعشاشي يعني هذا الإحساس بأن هناك واقع سياسي صعب الإحساس العربي بالاضطهاد الإحساس العربي بالهزيمة الأمة العربية 22 دولة لا تستطيع أن تفعل شيء لفلسطين الشعور العربي بالاضطهاد ألا يمكن استغلال هذا الشعور ليتحول إلى نوع من العاطفة الدينية هناك من يقول أن العاطفة الدينية سببها هو هذا الإحساس بالاضطهاد والهزيمة وبالتالي صعود الإسلاميين ناتج عن هذا الإحساس بالاضطهاد الذي تحول إلى إحساس ديني كيف تتعامل مع هذه القضية الحقيقة يعني أن الإسلام هو عامل من عوامل أو أوجد عوامل للنهوض للأمة وعطاها القدرة على حل مشاكلها والقدرة على الامتلاك أدوات القوة وأراق القوة حتى تستطيع أن تحمي نفسها وتحمي مكتسباتها وتكون قاترة على مواجهة الغزو وذلك باستمرار حقيقة على مدار التاريخ كان الإسلام عون للجماهير ولكل مكونات هذا المجتمع على أن يحفظ هويته وثقافته ويحرص حدوده ويحمي مقدراته ومقدرات الأجيال أنا برأيي تعرض العالم الإسلامي إلى استلاب هوية واستلاب ثقافة في وقت من الأوقات ولذلك ظهرت القوة الإسلامية لتعيد الأمة إلى ثقافتها وإلى هويتها وأنا أعتقد أنها أنجزت على هذا الصعيد إنجاز كبير ومهم ولذلك أعتقد أن المجتمعات العربية والإسلامية في هذا الوقت أصبحت بأغلبيتها الساحقة تنتمي إلى إطارها الحضار الإسلام ولذلك أنا أعتبر أن الإسلام يجب أن يكون إطار حضاري لكل الأمة بكل مكونات حتى غير المسلمين هم جزء من هذا المجتمع الذين أسهموا في بناء هذه الحضارة الإسلامية الآن أنا برأي الأحزاب الإسلامية أنا برأي ليسهم الإسلام وليس أوصيها على الإسلام هؤلاء مجموعة أرادت أن تشتق برنامجها من خلال الفكر الإسلامي ومن خلال حضارتها وتراثها وقيمها إذن الحركات السياسية الإسلامية لا تمثل أنموذج يحتكر الفكر الإسلامي إنما هي حركات تتحدث عن فهمها عن استيعابها هي للواقع عن طريقة فهمها للدين وهذه نقطة في غاية الهم نعم هي مجموعة من الأمة من نسيج الأمة تطرح برنامجا عمليا لإدارة الدولة وإدارة النموض يجيب وقول لك إذا أنت ما انتخبتني بتروع على النار إذا أنت ما دخلت في الحزب السياسي اللي معناه بتروع على جهنم لا بطلع له ما بطلع له يجيب وقول لك استغل الجانب الديني في انتخابك في ترشيحك في استقطابك السياسي أنا برأي هذا الفهم غير صحيح هذه الأحزاب هذه الجماعات تشتق برنامجها من الإسلام من فلسفة الإسلام للنهوض بالأمة وتقديم خدمتها للأمة ولذلك هي تنافسة الآن إحنا أمام حقيقة قضية إنهم بدهم إنهم الأحزاب اللي تشتق برامجها من فلسفات خارجية سواء كانت اشتراكية أو يسارية أو أي لبرالية أو كل الأمة ثم يحرمون على الناس أن يشتقوا رؤاهم وبرامجهم من الفكر الإسلامي والحضار الإسلامي أنا برأي هذا الظلم يعني يجب أن نكون عادلين إحنا بالفهم الصحي والطريق الصحي أولا هذه الأحزاب التي تشتق برامجها من الإسلام هم ليسوا الإسلام وليسوا الدين ويجب عليهم أن لا يفرضوا هذا على الأمة وأن لا يعتبروا أنفسهم أوصياء على الفكر الإسلامي ولا الفهم الإسلامي وإنما الأم يطرحون فهمهم واجتهادهم هذا الاجتهاد محل نقد ومحل تصويب ومحل الإدراك من الأمة ومحل تنافس واختيار ولذلك الأمة إذا اختارته فهي اختارت هذا البرنامج ليس لأنه أنا برأيي يحمل هذه السمة أو أنه مفروض بهذه السمة بل يرون أن هذا البرنامج هو الأقدر على تحقيق حياتهم وعلى حمايتهم وعلى تلبية أشواقهم المختلفة وفي كل الاتجاهات ولذلك أنا برأيي يجب أن يكون التنافس تنافس كفاءة وتنافس برامج ولذلك أنا أنصح كل الأحزاب والحركات الإسلامية الآن في العصر الحديث أن يشتقوا برامج الذين يشتقون برامجهم من الإسلام أن لا يكتبوا اسم إسلامي لأن الأمة كلها إسلامية وكلها تريد الإسلام يعني نقطة في غاية الأهمية إذن احتكار اسم الإسلام سيجعل غيرك يعني إذا أنا حزب إسلامي طب هو ماذا يسمي نفسه معنا الأخت أم محمد تفضلي أخت محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا كل عام أنتوا بخير يا سيدين وأنتوا بخير دايما إن شاء الله السيدني في عند مداخلة تفضلي السيد صلى الله عليه وسلم كان لما يداخل السياسة مع الدين ما كان يريد تنهيز بين أحداث ولا مهاجرين ولا أنصار ولا يرهودي ولا أي كان عنده أي معارضة بين أي فئة كانت تتواجد في المدينة أو في مكة يعني في ذات الوقت يا سيد عزيز إحنا بالنسبة لو قدنا الحاضر التمييز واضح العنصرية واضحة يعني حتى في السياسة حتى في التعامل حتى في العلاقات الاجتماعية يعني حتى في رمضان يعني الناس ما بتنيز إنه هذا شهر خير لازم نتجاوز هاي كل العرقبات في عندنا يا سيدي المداخلة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في فتقات وفي تبرعات وفي ما كان يميز بين إنه هذا قريب وهذا فقير وهذا ابن مكة وهذا ابن مدينة يعطي للمحتاج اسمح لي بالمداخلة الصغيرة يعني لو إن هي ممكن تكون خارجي عن البرنامج شوية الله مصلي على سيدنا محمد الله مصلي على سيدنا سيد العزم في عندنا ناس كثير بعملوا تبرعات وبعملوا صدقات وبوزعوا ما هم مقصرين وجزاهم الله خير لكن هاي بتروح لفئات معينة نخص منها مثلا إخواننا السوريين متواجدين عندنا في البلد لكن أهلنا وأحبابنا ويتامنا وفقراءنا في الأردن نعم جميل يعني النقطة بارك الله فيك النقطة واضحة يعني أن الواجب الإنساني والصدقة لا بد أن لا تخص فئة معينة وأن تكون يعني انظر الفئات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن إنما صدقات الفقراء والمساكين يعني كم فئة من الفئات مما يؤكد أنه لا يجوز أن نختزل هذه الصدقة في فئة معينة نذهب إلى فاصل ونعود لنستكمل حوارنا في ساعة محبة مع الأستاذ الدكتور رحيل غرايبة معكم من جديد في ساعة محبة وموضوع هذه الحلقة الدين والسياسة وضيفنا لهذا اليوم الأستاذ الدكتور رحيل غرايبة الكاتب والمفكر الإسلامي بعنا مباشرة من الطفيل الأخ عصام الخوالدي صديق البرنامج الأخ عصام تفضل طيب الله أن فاتحك يا دكتور أهلا وسهل لك من جديد وإلى ضيفك الكريم وإلى كل كادر وفريق رؤية ومجتمعين على أعزاء في الأردن الغارية حياكم الله أهلا وسهل يا دكتور كم نحن بحاجة بأن دلمنا صفنا على العربي وتحديدا الإسلامي لأن نرجع يعني نتحاول مع بعضنا وأن لا يستقسل فئة تستقسل آخرين أو فئة تحاول تستحول على أفكار الآخرين نرجع زي ما كانت الأمة العربية سابقا أمة أمة مترابطة مترافصة وأن دائما نتعاون على كل ما هو فيه لأمتنا في هذا الوقت العصير صحيح بارك الله فيك أستاذ عصام شكرا 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 لك طيب نعود لدكتور رحيل هل استطاعت يعني الطروحات الإسلامية السياسية المطروحة اليوم هل استطاعت أن تحدث يعني قفزة نوعية ألم يقع الإسلام السياسي والحركات الإسلامية السياسية بنفس الأخطاء اللي وقع فيها القوميين ووقع فيها الاتجاهات السياسية المختلفة يعني أنا هذه النقطة اللي حبيت حقيقة أجليها أنا برأيي ما في عندنا حزب يمتلك المعجز يمتلك العصة السحية والآن إحنا ما عندنا لا أنبياء ولا أنصاف آلها عندما يصل الحكوم عندهم الحل لكل مشاكل الأمة أنا برأيي نحن بحاجة إلى حاكم أمين وكفؤ عندما يأتي أن يستطيع أن يستثمر طاقات الأمة وكفاءتها بطريقة صحية جميل وأن يبتعد عن الشلالية ويبتعد عن الفساد ويبتعد عن المحسوبية ويقرر العدالة أنا برأيي هذا يكفي ولذلك أنا برأيي الآن لسنا نحن بحاجة إلى مخلص وأنا برأيي هذا فكر المخلص أنا لست معه الله عز وجل ترك للأمة أن تدير شؤونها بكفاءتها جميل وبيجهدها مخلص فرد نعم لذلك نحن بحاجة للأمة وليس فرد إلى جهد الأمة الجمعي وعندما تتكاسى الأمة وتعجز عن إدارة شؤونها سوف تتعرض لسنن الكون ولذلك ليسوا محصنين من الأمراض ليسوا محصنين من الفشل ليسوا محصنين من الهلاك والنهاية إذا خالفوا سنن الكون ولذلك أنا برأيي وظيفة الفئة الحاكمة أو الحاكم ليس أن يكون خارقا للعادة وأن يكون لديه الحلول السحرية لمشاكلها لا أن يكون قادرا على توجيه طاقات الأمة وإدارتها بطريقة صحيحة وكل أمة مليئة بالطاقات والقدرات وبحاجة فقط إلى توظيف ولذلك هذه القضية أنا برأيي إذا كنا زمان ننتظر المهدي المخلص أو ننتظر صلاح الدين أو ننتظر قطز أو الظاهر بيبرس أنا برأيي قم يا صلاح الدين أين أنت يا صلاح الدين أنا برأيي هذا الكلام بدل على الحقيقة على العجز أنتم في كل وقت أيها الأمة يجب أن تكونوا قادرين على إدارة شؤونكم ومحل مشاكلكم ويجب أن تكونوا تستفيدوا من كل ما لدى البشر من تجارب وخبرات من أجل أن تكونوا أقدر الناس وأسبقهم إلى الخير ولا أيضا أنا برأيي بالفئة المخلصة يعني ليس الفئة المخلصة حلت محل الرجل المخلص والمهدي المنتظر لا أنا برأيي نحن بحاجة إلى تمكين المجتمع كله ولذلك الفئة القادمة ليست بتتحل محل فئة سابقة وتوزع المناصب السلطة على أفرادها وأعضائها ثم نطالبهم أين برامجكم كيف حلالتم لا أنا برأيي نحن بحاجة الآن أن نقول إلى الشخص الآتي كيف يستطيع أن يبحث عن الطاقات والكفاءات التي يختزنها المجتمع وهي كثيرة ويضع كل طاقة في محلها ويضع كل كفاءة في موضعها يعني ما حدث مثلا في مصر ونكون يعني مباشرين جدا يعني ألم يكن بإمكان الرئيس مرسي أنه يعمل مثل يعني مثلا في الرئيس الفرنسي شارد ديغول أعتقد أو هيك ما أنه كان رئيس منتخب لكن لما وجد الناس وكثير من الناس ضده يعني قضية أنه الإنسان حتى لو كان منتخب وجد فيه نوع من الإجماع ألم يكن يستطيع أنه قضية التضحية بالرئاسة والزعامة هل العربي ضحية الإحساس بالسلطة والزعامة سواء كان إسلامي أو علماني أو قومي يعني ما بنستطيع نأخذ قرار بأنه من أجل الأمة أنه الإنسان يقول أنا من أجلكم جميعا كان كتب له التاريخ هذا الموقف يعني لماذا لم لا يوجد هذا النوع من الميزة يعني هذا حركة إسلامية كبيرة جدا في مصر كان يجب أن يأخذوا المبادرة وأن لا يصلوا بمصر إلى هذا المستوى أنا حقيقة يعني بهذا القضية وحتى نضع المسألة في إطارها ويكون الحديث أقرب إلى الموضوعية والعلمية أنا برأيي كان المشروع الآن في مصر ليس مشروع حركة إسلامية ولا مشروع إخوان مسلمين ولا مشروع إسلام سياسي أنا برأيي كان المشروع مشروع تحرير إرادة الأمة مشروع بناء الدولة ولذلك حتى الآن الدولة لم تكتمل يعني حتى الآن في غياب للسلطة التشريعية جميل في غياب للتشريعات والدستور حتى الآن تم التصويت عليه لكن لم يتم تفعيله القضية الأخرى أنه لم لم تكتمل الدولة بمنظومة واحدة يعني رئيس الدولة أنا برأيي كان في واد والجيش في واد والأجهزة الأمنية في واد آخر والقضاء والعدالة في واد آخر ولذلك أنا برأيي نحن كان يجب أن يكون مشروعنا جميعا ليس مشروع الحركة الإسلامية مشروع الأمة لم يكن مكتمل هذا الإحساس مشروع رابط أو مشروع الدولة يعني الدولة لم تكتمل أنا برأيي يجب كان على اليساريين والقوميين والإسلاميين والليبراليين وكل مكونات المجتمع أن يتفقوا على شيء واحد أن تصبح الدولة مبنية ومكتملة قبل أن نصل إلى مرحلة الآن التنافس البرامج هذا تفسير منطقي جدا نأخذ أم عصام معنا من عمان تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلاك دكتور الله يبارك فيكم أهلاك دكتور أهلا وسهلا فيك أهلاً أهلاً بناء المجتمع الإسلامي كان على مدى حياة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم من أول يوم برث فيه حتى آخر لحظة كل هذا موكان موجود في سورة البقرة اللي هي إلها قدراً عظيماً من معالم بناء المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة على معالم هذا المجتمع هلأ في آيات أحكام كثيرة في سورة البقرة من هاي الآيات الحق والسريعات اللي يقوم عليها الحكم الإسلامي في الاقتصاد والسياسة والاستماع والتربية هذا واضح في الدلالة أن الإسلام دين للدنيا والآخرة دين للعبادة والحكم دين للفرد والمجتمع دين للحاكم والمحكوم إحنا لازم نبصر عظمة هذا الدين اللي جعل دولته تقوم على تشريعات واضحة محددة من بدهيات علم السياسة في هذا الزمان مفهوم الدولة يقوم على ثلاث إركام هي الأرض والسعب والسلطة والتشريعات رقم رابع لا بد من موجوده لحفظ أمن الأرض والسعب من أجل أن تمارس السلطة واجباتها جميل جميل بارك الله فيك يا أم عصام دائما بتقدمين له أفكار ملخصة وموجزة دكتور حيل الحرية والديمقراطية كانت العنوان الأبرز لما يحدث اليوم في عالمنا كثير كان من الحركات الإسلامية تقول لك الديمقراطية شرك ديمقراطية غربية المجلس النواب لا يجوز الانتخابات من مجلس النواب وجدنا أنه حتى بعض الاتجاهات الإسلامية بدأت الآن مع هذا بين قوسين يعني التغيير العربي أو الربيع العربي بدأت تتحدث عن الديمقراطية تتفاجأ أحيانا وهذا شيء إيجابي من يؤكد أنه العقل الإسلامي السياسي حتى المحافظ بدأ يتقبل كلمة ديمقراطية بدأ يتقبل كلمة حرية وبالتالي هذا أنا أجده مؤشر إيجابي للبصالحة للتعلم من التجارب الحضارية الأخرى كما أشرت قبل قليل وهي قضية يعني في غاية الأهمية كيف تعلق على هذه القضية؟ فمفهمين الحرية والديمقراطية أنا برأيي الحرية فريضة من فرائض الإسلام وليس من فرائض الإسلام بل هي الصنو الإنسانية الله عز وجل عندما خلق الإنسان خلقه حرا فالحرية لا تكتسب اكتسابا الحرية تولد مع الإنسان ولذلك الحرية ليست بيد أحد يمنحها أو يقبضها الدين جاء ليحافظ على هذه الحرية وأنا برأيي لا تكليف بلا حرية لأن العبد المقهور الذي لا يملك إرادته هذا خارج نطاق التكليف ولذلك الله عز وجل قال إذن خلقنا الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمره الابتلاء لا يمكن أن يكون الابتلاء عادلاً إذا كان في حرية ومن هذه النقطة السلطة وجدت لحراسة الحرية وليس العكس يعني بمعنى آخر أن السلطة وظيفتها أن يكون الناس أحراراً وليس لفرض الرأي ولا لفرض فلسف معين على المجتمع الدموقراطية حتى بس نكمل هذه النقطة الدموقراطية أنا برأيي هذا لفظ إنه لم يعد معنا معلش يعني إن شاء الله لدقاء ثلاثين ثانية يعني حتى نلخص الفكرة الدموقراطية هي لفظ لغوي لكن المضمون هو أن الأمر للأمة نختار الأمة ولذلك الذين حقيقة ينصبون أحكام فقهية أنا برأيي فيه عدم عمق بالفقه وعدم فهم لنظام السياسة إذن العمق في الفهم والتفكير والأمة والمصالحة بين الأمة واتجاهات السياسية المختلفة هو الذي سوف يبني دولة سياسية منسجمة مع القيم الدينية الروحية الموجودة في الدين طيب بارك الله فيك عندنا يعني نعود إلى الإجابة على السؤال الذي طرح حول كيف ينسجم أو تنسجم السياسة مع الدين هناك الإخوة الذين فازوهم محمد خضر هان الزيود نيفين ناصر أحمد الشبلي بهاء حبوب وائل حيمور عبد إهديب مي حسامي ندى أبو عرب عبود الصويتي مبروك لهم جميعا وأذكركم بأننا إن شاء الله سيكون في الحلقة القادمة المطران مارون لحام حديثنا سيكون عن الأخوة الإسلامية المسيحية في الأردن الموذجا هذا البلد الذي يستوعب هذه التعددات وهذه الألوان المختلفة في بوتقة واحدة إلى ذلك الحين نشكر طبعا ضيفنا لهذا اليوم الأستاذ الدكتور رحيل غرايبة المفكر والكاتب الإسلامي بارك الله فيكم ونراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا